موسيقى دور الشباب في نهضة للأمة وبناء المجتمع وتحدي اليوم وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا مرحبا لشباب دور كبير في تنمية وبناء المجتمع ولا يقتصر دورهم في مجال محدد بل يتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومختلف قطاعات التنمية فهم نتاج لوضعية المجتمع بما فيه من نجاحات وإخفاقات ومن عوامل ومؤثرات لذا لا بد أن تبدأ تنمية وتطوير المجتمعات من الشباب فهم نصف الحاضر وكل مستقبل فما نسبة مشاركة الشباب المغربي في تدبيد الشأن العام وما هي تأثيرته على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما هي الإجازات التي تم تحقيقها خلال هذه السنة رغم ما عرفه العالم من إكرهات وتحولات للوقوف عند هذه التحديات يسعدني عن الصديفة سيد نضال الشرقوي بن علي رئيس الشبكة الوطنية للمجالس المحلية بالمغرب صباحاً سيد أهلاً وسهلاً شكراً على الاستضافة وشكراً لقناة ميديا على هذه الاستضافة المتميزة مرحباً مرحباً شكراً مرحباً إذن مشاهدين أدعوكم جميع لمشاهدة هذا التقرير من توقيع نوفل الخمليشي ونعود للخوض في تفاصيل هذا التحدي حقق الشباب المغربي خلال العام 2023 إنجازة عديدة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وتتمثل الإنجازات المحققة للشباب المغربية في تعزيز إدماج الشباب في الحياة السوسي اقتصادية واعتماد برامج حكومية جديدة ومتنوعة في جميع المجالات الثقافية والفنية والرياضية كما تشمل المبادرات المقدمة للشباب المغربي تعزيز المجهود تأهلي والتأطير للشباب ودعم جمعية المجتمع المدني وبفضل المبادرات المقدمة تمكن الشباب المغربي من تعزيز حضوره في جميع المؤسسات والاهيئة السياسية والثقافية وبات حضور الشباب لافتا في شتى المجالات إذ أصبح رقما هاما في معادلة الدفع بقطار التنمية بالمغرب الإبداع والابتكار الذي يتميز به الشباب المغربي في مختلف الميادين جانب آخر من الحصيلة الإيجابية للشباب إذ حقق الكثير من الإنجازات في ميادين صناعية وإبداعية وثقافية كما مكنت الإجراءات وسياسة القرب المعتمدة الشباب المغربي من حامل مشاريع من الولوج لبرامج اقتصادية رائدة تحقق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة وباعتبار الشباب الثروة الحقيقية للأمة يولي المغرب أهمية خاصة لتعليم الشباب حيث يغفر لهم فرص مختلفة ومسجددة للتعليم تضمن لهم التمتع بحقهم في الحصول على التأهيل المناسب الكفيل بضمان اندماجهم الاقتصادية وتحصيلهم المعرفي وارتقائهم الجزماعية بما يحصنهم من آفة الجهل والفقرة ومن نزوعات التطرف والانغلاق شكرا نوفل على هذا التقرير وأبدأ معكم أستد نضال ما هي المبادرات الشبابية الأكثر حضورا في هذه السنة والتي طبعت هذه السنة أولا لا يمكن تلخيص المبادرات في مبادرة واحدة هناك عدد من المبادرات التي ميزت شباب المغربي كما نقول على أن شباب المغربي بطبعه هو شاب مبادر يمكن أن انطلاق من هذه المبادرات هو العودة إلى الخطب الملكي السامي لعيد العرش الذي تحدث صاحب الجلالة فيه عن جدية الشباب المغربي في الإبتكار والإبداع وهنا اعتراف من أعلى سلطة في البلاد على أن الشاب المغربي مبتكر بطبعه وجدي في مبادراته طبعا هناك عدد من المبادرات التي قام بها الشباب المغربي وهنا على سبيل الخصوص وحضر معنا سيدة إيمان هناك عدد مبادرات مثلا حكومة شباب الموازية برلمان الشباب المغربي نفتاح على الاتحاد الإفريقي وتأسيس فرعه ومقره في العاصمة الربا هناك عدد من المبادرات التي ميزت الشباب المغربي في جانب أخر ونحن نتحدث عن الروبرتاج الذي شاهدناه في الجانب الاقتصادي هناك العلاقة ما بين القطاع الحكومي وأيضا الشباب تميزت بانطلاق وتعزيز برامج انطلاقة التي عززت الحضور الشبابي في المجال الاقتصادي وأيضا عززت المبادرات الشبابية لإعطائها أكل خاص وأيضا إعطائها انطلاقة خاصة في هذا الجانب في جانب آخر في الجانب الشماعي ونحن في سنة 2023 ما ميزها أكثر هو التضامن الشبابي الذي كان في زلزال الحوز ويمكن أنه العودة إليه سابقا الشباب المغربي بصم على تواجده الاجتماعي وعلى بصمته التضامنية في هذا الجانب في الجانب السياسي أيضا هناك نرى عدد من المبادرات المتميزة للشباب المغربي لانفتاح على الجانب السياسي والمشاركة السياسية اليوم في وسائل التواصل للشماعي نرى الشباب المغربي يساهم في جميع النقاشات أستاذتي العزيزة سواء اجتماعية اقتصادية أو سياسية مما يبادر إلى أن المستقبل والشباب المغربي يعني حاضر في الحاضر وحاضر في المستقبل هذا الحضور قوي وازن هذه السنة طبعا شباب المغربي ليس هذه السنة بل سنوات دائما شباب المغربي كانت دائما حاضرة لكن اليوم لكن اليوم سنة 2023 اللي مرنا على أنه شباب المغربي بصم أكثر على حضوره في جميع الميادين كما ذكرنا سواء اقتصادية سياسية أو اجتماعية شباب المغربي ما زال على أنه ينتظر منه الكثير خصوصا ونحن مقبلين على عدد من المبادرات على عدد من المشاريع الكبرى التي تواكب هذا الإنجاز لأنه اليوم عندما نتحدث عن المستقبل فنحن نتحدث طبيعة الحال عن الشباب أكيد بطبيعة الحال سيدة إيمان كيف نقرأ التواجد اليوم التواجد الشبابي في العلاقات الدولية ربما نتسأل عن أبرز بصمات الشباب المغربي في هذا المضمار لو وضعنا هذا التواجد تحت المجهر بالطبع أستاذتي إذن هو منذ خروج دستور 2011 لحيث تنفيذ هذا الدستور الذي اعطى هذه الوثيقة التي منحت للمجتمع المدني والشاب المغربي على واجه الخصوص إمكانية ممارسة الدبلوماسية الموازية ووسعت حضوره قانونيا في مجال الدبلوماسية الموازية نشهد مجموعة من المبادرات الشابة سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى العربي أو على المستوى الساحة الدولية كان آخرها على سبيل المثال للحصر هناك مثاق الشباب المغربي العربي الذي تم إطلاقه في 30 مايه 2023 هي مبادرة التي تم اقتراحها من طرف 150 شاب وشابة من العالم العربي أغلبهم غاربة تم تبنيها من طرف وزارة الشباب وزارة الشباب المملكة المغربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأيضا برنامج التغذية هناك حاليا في الإمارات العربية المتحدة أسبوع الدبلوماسية المناخية وإعلان الشباب المغربي من أجل المناخ أيضا الدبلوماسية الرياضية أيضا وإنجازات رياضية غير مسبوقة في جميع المجالات الرياضية ليس فقط في كرة القدم ولكن في جميع في شتى أنواع الرياضات سنة 2023 كانت سنة حافلة بالإنجازات الرياضية للشباب والشابات المغربيات أيضا بصعود أول منتخب مغربي نسائي إلى كأس العالم مشاركة الشباب المغاربة في برنامج الدبلوماسية العربية الشابة حاليا بالموازات مع الكوب 28 في الكوب 28 في الإمارات المتحدة إذن هنا يمكن أن نلاحظ الحضور قوي للشاب المغربي على الساحة الدولية في الدبلوماسية الموازية وهذا طبعا بفضل توسيع حضوره القانوني في هذا المجال أيضا احتضان الحكومة أو المزارة الخارجية ووزارة الشباب لهذه المباراة الظهرات الشابة أكبر إنجاز ممكن من هذا المنبار سنحولي أن أقدمه التقدير لحكومة الشباب التي أدخلت إلى المغرب الاتحاد الإفريقي للشباب هذا كان إنجاز غير مسبوك في الدبلوماسية الموازية وتشجيع قوي للشباب على دخول أكثر قوة لهذا المجال جيد أصد دال كلنا فخر بما أثبته شبابنا المغربي من حب للوطن وأيضا اعتزاز بالانتماء للمملكة المغربية في طبيعة الحال في مواقف عدو عشنا مواقف كثيرة يعني أثبت الشباب المغربي هذا الانتماء لو حولنا أن نقوم بجرد بسيط لأدوار الشباب المغربي في ما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية أولا أستاذتي لا يمكن تلخصه في مبادرة ومبادرتين كما ذكرت الأستاذة إيمان ذكرت عدد من المبادرات والحضور الشباب المغربي في المحافل الدولية اليوم تواجد المغربي في المحافل الدولية أصبح متميزا ليس فقط مشاركة عادية بل أصبح أن الشباب المغربي يتميز بحضور متميز في جميع الورشات جميع الندوات التي تتعلق أخرها ونحن نحصره يعني سنة 2023 المنتدى الشماعي العالمي الذي نظم في مقر الأمم المتحدة في شهر أبريل الذي كان من بين والذي يكون طبعا من بين أعلى كنت حاضر على المآتفين نعم كنت حاضرا وكان لي شرف تمتيل المملكة المغربية في هذا المنتدى الذي يعتبر من أعلى الهيئات الشبابية التي تشارك في نفس الوقت الشباب المغربي كان متميزا في البيان الختامي الذي ذكر عدد من النقاط التي ميزت هذا الحضور الشباب اليوم المملكة المغربية الذي يمكن أنه واحد المعلومة للعدد الكبير المملكة المغربية اليوم تعتبر من بين الدول التي تساهم في السياسات الشبابية داخل الأمم المتحدة وهذا يعني معترف به دوليا في جانب آخر ونحن في شهر دجمبر وعلى بعد يومين على انتهاء مؤتمر الأطراف الذي احتنادته للإمارات العربية المتحدة عرفت مشاركة متميزة لعدد من الشباب المغاربة في مؤتمر الأطراف الذي ميز الحديث عن المناخ وتحديات الشباب ونحن نتحدث طبعا عن المناخ نتحدث عن شباب اليوم المملكة المغربية أصبحت دولة متميزة في كل ما يتعلق بالمناخ وكل ما يتعلق بالبيئة طبعا خصوصا أنه المملكة المغربية سوف يعني في المستقبل القريب على أنه سوف تعتمد على اقتصاد أخضر متميز وعدد من المشاريع الملكية التي كانت في هذا الجانب عززت هذه المشاركة اليوم نحن عندما نمر إلى المحافل الدولية نمر بافتخار كبير لأنه عندنا مشاريع محلية عندنا مشاريع وطنية نقوم بتنسيق مع الجانب الدولي يعني ها هي المملكة المغربية وصلت إلى هنا إلى هنا ها هي المشاريع إذن هناك يعني رؤية ملكية مستقبلية رؤية مستقبلية شبابية متميزة في هذا الجانب والتي تعزز طبعا إشراك الشباب ونحن البارحة لاحظنا على أنه مدينة مراكش احتضنت احتفالات الكان ورئيس الكان يعني بشكل عفوي ميزة على قال لأنه المملكة المغربية تتميز بهذا الجانب وهذا التعاون ما بين القطاع الحكومي ما بين أعلى سلطة في البلاد والمبادرات المدنية والمبادرات الشبابية وهذا ما يميز المملكة هذا التواصل وهذا الانفتاح على هذه المبادرات كلها وهذا يعزز كما قلت قبل قليل الانتماء للمملكة وحب الوطن وهنا بغيت لمنوع إشارة للدفاع عن الوحدة الترابية طبعا إشارة الوحدة الترابية اليوم ولله الحمد تزايد الاعتراف بمغربية الصحراء ما يميز هذه السنة انفتاح عدد من القنصليات سواء الأفريقية أو الدولية هذا ما يخلينا على أنه سعداء بهذا الجانب في جانب آخر على أن الشباب المغربي له أدوار طلاعية في هذا الجانب حضورنا في عدد من المحافل الدولية يكون طبعا حضور للمشاركة وحضور أيضا للدفاع عن قضايانا الكبرى وهي الصحراء المغربية اليوم كما ذكرت الأستاذة إيمان على أن هناك انفتاح على عدد من المبادرات التي في وقت سابق لم نكن نحضرها هناك انفتاح على عدد من الدول التي لم نكن نحضر لها اليوم انفتاح الشباب المغربية على عدد من المحافل الدولية على عدد من المبادرات ساهم هذه السنة ونحن في سنة 2024 هناك ملتقى متميز سوف يكون واسمحوا لي ذكره لأنه سيكون هناك مشاركة متميزة للشباب المغربي في مؤتمر سوف يعلن عليه في شهر مارس في روسيا وننتظر مشاركة مغربية شبابية قوية في هذا الجانب إن شاء الله سيد إيمان سنعود معك مساهمة شباب المبادرات الإنسانية خصوصا ما عشناه في الأشهر الماضية زلزال الحوز لم ننسى أبدا ما قام به شباب المغربي من مبادرات ما هي أبرز الصورة اليوم التي ترسخت لدينا كمجتمع مغربي وتترجم لنا هذه البطولات الشباب المغربي كان بطلا في هذه الكارثة وفي هذه المحنة التي حولناها إلى منحة وهذا هو نقطة القوة للشعب المغربي يعني الشعب المغربي متضامن فيما بينه في السراء والضراء شفنا كيف كان التضامن دي المجتمع المغربي مع بعضية والفرحة التي تقسمناها كاملين مع المنتخب الوطني المغربي من المشاة القطر مع المنتخب النسوي أيضا من المشاة للكأس العالم وأيضا حتى في الضراء من التضامننا والتحدنا مع خوتنا في المناطق المتضررة من زلزال الحوز هي ممكن نعتبرها ولادة جديدة لمسيرة خضراء أخرى بسواعد شابة يعني باتجاه مناطق المتضررة من الضلزال يعني كنا كاملين بنا في الطيغة في الأرض الواقع في هذه الفترة كاملة كنا كنا نشوفوا مجموعات الشباب اللي عندو اللي ما عندوش أي واحد عندو أي حاجة كي يجيبها باش يتضامن مع الإخوات ديالو في المناطق المتضررة من الضلزال شفنا البالح وحد مبادرة رائعة من طرف سيد فوزي القجع يعني قام بتكريم الرجل الذي ساهم ولو يعني بالقليل ولكن هذا كان كل ما يملكه باش يساهم به من أجل الإخوات وأخوات ديالو في المناطق المتضررة بالزلزال يعني هذا يكرس لما جاء في الخطاب الملكي السامي فيما يتعلق بالروح الوطنية الروح الوطنية التي قلتها سابقا وأؤكدها من جديد التي تورتناها كمغاربة عن أجدادنا وأبائنا الذين عايشوا ثورة الملك والشعب الذين عايشوا المسير الخضراء المضفرة إذن لا يمكن أن يخرج من رحم هذا الشعب إلا شباب مثل ما شاهدناه ومثل ما رأيناه بأم أعيننا في فرحة قطر وفرحة المنتخب النسوي وفي الضراء في زلزال الحوز نفتخر ونعتز حقيقة من جمائنا لهذا الوطن وما هي إلا أيام أو أشهر قليلة وقام المغرب بكامل قوى من محنته ونظمنا أكبر حدث عالمي ودولي وهو صندوق النقد الدولي لجميع المسؤولين من العالم وأشادوا بمدى التنظيم والحنكة في تنظيم هذا الحدث المهم جيد أستاذ نظال يستوقف هنا أكيد حدث تاريخي غير مسبوق هو استضافة المغرب لكأس العالم 2030 هنا ربما هذه نعملوح النظرة السباقية استشراف للمقبل من الأيام ما هي الأدوار المنوطة بالشباب المغربي؟ طبعا أستاذة هو أنه عودة إلى التاريخ شوية إلى الوراء ونكسع طفل على أنه المغرب يخصنا نعلمها الأجيال السابقة لأنه المملكة المغربية ما الذي يعجبك فيها هو أنه المبادرة وإعادة القرى مرة ومرة طبعا لأنه كما نعرفه ونحن كنا صغار لأنه عودنا ترشيح إلى عدد من الدورات السابقة لم يحالفنا الحد لكن أبنا للعالم على أنه عدنا وعدنا أقوياء واليوم 2030 كأس العالم سيتحقق طبعا حلم أجيال حلم ملك حلم دولة حلم مملكة سوف يتحقق أخيرا وخصوصا أنه اليوم 2030 أستاذة العزيزة هو أنه وجب الوقوف على أنه هناك احتفالية بالمئوية الفيفا مئوية كأس العالم إذن هناك رمزية تاريخية كبيرة وجب اليوم أن نكون كلنا في الحدث وكلنا عند هذا الحدث الكبير طبعا نرى الأوراش الكبرى من شمال المملكة إلى جنوبها من طنجة إلى القويرة سباقية لهذا الحدث المتميز الذي طبعا سوف يعرف احتفالية مئة سنة بكأس العالم طبعا هناك السباقية هناك الشباب المغربية اليوم الذي سوف يكون طبعا رجل ومرأة الغد في سنة 2030 اليوم الشباب المغربي يجب أن كما نقوله خصول السواعد ديالو ديال الشباب المغاربة اليوم نكون متواجد نكون كلنا يدا واحدة من أجل هذا الحدث الكبير الذي سوف تصادفه المملكة إن شاء الله طبعا هناك عدد من الأمور التي تعتبر سبقية وقبل ما هو تنظيمي وأن هذه المبادرات كلها التي تميز تميز هذا الجانب وطبعا المبادرات سواء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية سوف يفهد في هذا الجانب طيب لن تفوتني الفرصة أستاذ إيمان سنتقلون من المجال الابتكار تم صنع أول سيارة مغربية مئة من مئة من موازات مع طموح تصديرها إلى دول أفريقية هنا نرى معك الدلالات ديال هذه الحدث التي تأرخ هذا الابتكار هذا الحدث يؤكد على التوجهات الملكية السامية لأن يصبح بلدنا بلد رائدة في كل ما يتعلق بصناعات مضيفة والهيدروجين خاصة الهيدروجين الأخضر هنا أحيي الشباب الذين قاموا بهذه المبادرة والذين أكدوا على رمزية تم غرابيت في هذه المبادرة بإنتاجهم هذه السيارات بمجموعة من الألوان المختلفة وكل لون الذي هي دلالة رمزية لمدينة مغربية معينة من تنجا إلى القويرة هذا فيه شق اقتصادي وشق يتعلق بالطاقات المتجددة وأيضا شق ديبلوماسي بطريقة غير مباشرة عندما سأقوم بتسويق هذه السيارة لديها لون معين يدل على مدينة الداخلة أو مدينة العيون فهنا ديبلوماسية مغربية جد دكية لمغربيات الصحراء داخل القرى الإفريقية خاصة هناك إضافة بسيطة هو أنه وجبنا نوقف عند نقطة مهمة هو الاستقبال الملكي الذي خص به صاحب الجلالة هؤلاء الشباب وأيضا الحديث عنهم في خطاب العرش إذن هناك مكانة متميزة للشباب وأيضا توشيحهم بالوثام الملكي وهذا توشيح ليس فقط هؤلاء الشباب بل توشيح لكل الشباب الذين يبادرون في هذا الجانب طبعا تحفيز سدتي العزيزة طبعا هناك أول سيارة كهربائية وأول سيارة نموذجية للهيدروجين هنا وجب الوقوف أيضا عن التكوين الجامعي للجامعات المغربية التي ساهمت في هذا الجانب جيد ما زلنا جوش ديالتقائق سنعرج على المشهد الفني في عجالة حصول مخرج الشباب المغربي أسماء على ثلاث جوائز الفين فيما رجال كان هنا سنضرب بعجالة على هذا الحدث شابة مغربية حصول على هذه الجائزة طبعا هذه الجائزة ليست فقط للشابة فقط بل لجميع الممثلي المغاربة وجاء الوقت لتحفيزهم أكثر لأنه الجوائز طبعا هو ما أحوجنا إلى تقافة الاعتراف هو اعتراف بالفن هذه الشابة وفن أيضا الشباب المغاربة الممادرين سواء الممثلين المخرجين أو المغنيين فهنيئا لها ولهم وهذا سيكتب مأمن ذهب في تاريخ السينما باسم مغربي هي بصمة في الدبلوماسية الثقافية خاصة المغرب لأن الأفلام المغربية عندما تسويقها إلى بلدان أخرى وعندما تنجح في أن تأخذ هذه الجوائز المرموقة ستصويق للمجتمع المغربي والثقافة المغربية أيضا قرأتك لحصول ثلاث شابات مغربية على جائزة الطلاب الأفارقة في مسابقة وكالة الطاقة الدرية كيف تقرأين هذا؟ هذا حدث جد مهم وهذه جائزة جد مرموقة يعني على همش مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الدرية في مقر الأمم المتحدة بالنمسا تم اختيار تجدر الإشارة لأنه تم اختيار هذه الثلاثة الطالبات في سلك الدكتورة من أصل 200 طالب وطالبة من القرى الإفريقية الذين قاموا بأكثر من 19 مبادرة تم اختيار المملكة المغربية في شخص هذه الثلاثة الطالبات هذا الإنجاز ينسجم مع طموح المملكة المغربية لإنشاء أول محطة للطاقة النووية حدد تاريخي في تاريخ المملكة المغربية وأيضا مع توجهة المملكة المغربية وتشجيع جلالة الملك محمد سديس نصره الله للمبادرة الشابة والذي تم تفعيلها على أرض الواقع من خلال تدشين مجموعة من مدن المهن والكفاءات ومجموعة من الجامعات التي انتفتحت كما قال أستاذ نيضال قبل قليل على تخصصات جديدة أستاذ نيضال لديك حسيت عندك إضافة دائما لا فقط هو على أن هؤلاء الشباب هنيئا لهم مبارك لهم هذا الإنتاج وأيضا يجب أن هنيئا أيضا أستاذتهم والجامعة المغربية حلمكم حلمك الحلم ديالي هو أنه بلادنا غادية مزيد حلمك سيدة إيمان الحلم هو قيادة شابة مستقبلية كفاء يمكن لها أن تصل إلى تحقيق التوجهات الملكية السامية هي جد كبيرة من أجل هذا الوطن كان شكرك جزيلا سيدة إيمان الماجي مديرة برامج تبادل في الاتحاد الأفريقي لتجمع الشباب شكرا جزيلا لك شكرا لكم أستاذ مرحبا نورتيني شكرا أيضا لسيدة ضالش القاوين بن علي رئيس الشبكة الوطنية للمجالس المحلية بالمغرب شكرا نورتني شكرا جزيلا لك مرحبا نورتني مزيدا من التألق والنجاح شكرا لفريق العمل شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة وأنا على وعد اللقاء بكم غذان وتحدي جديد مع كامل محبتي اشتركوا في القناة